اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكرم الناس واجود الناس بل هو رسول الله اكرم الناس على الاطلاق واجود الناس على الاطلاق كان صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة وكان اجود ما يكون في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كما في حديث انس جاء اليه اعرابي وقال يا محمد اعطني من مال الله ليس مال امك ولا ابيك يقول انس كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس رداء حاشيته غليظة فسحبه الاعرابي من حاشية الرداء فاثرت حاشية الرداء في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاجد اثر حاشية الرداء اثر هذه الجبذة في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعطني يا محمد من مال الله ليس مال امك ولا ابيك فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عطاء عظيما وقال خذ هذا فانطلق الرجل الى قومه وقال يا ناس يا قومي جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فجاء قومه كلهم مسلمون سبحان الله هذا الكرم وهذا الخير وفي عودته صلى الله عليه وسلم من فتح مكة جعل الناس يزدحمون عليه اعطنا يا محمد اعطنا يا محمد واصبحوا يتكالبون عليه حتى سقط الرداء عن منكب النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم رد علي ردائي رد علي ردائي يا جماعة اعطوني عباءتي التي تعلقت في السمر او في الشجر او اسقطتموها رد علي ردائي والله لو كان معي عدد هذه العضاء والاشجار عددها بهما ونعما وبهائما لقسمتها بينكم لو معي عدد اشجار هذه الصحراء بهائم لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رسول الله ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم جوده وما أعظم كرمه يأتيه السائل فما يقول له لا أبدا يأتيه السائل يقول أعطني يا محمد فما يقول له لا أبدا لأنه أكرم الناس وأبر الناس وأحن الناس صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول أنس بن مالك ما رأيت أحدا يعطي عطاء كعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا يعطي عطاء كعطاء النبي صلى الله عليه وعلي آله و سلم ويقول المقداد أقبلت أنا وصاحبان لي فجعلنا نعرض أنفسنا أصبحنا نعرض أنفسنا يا أصحاب النبي استقبلونا استقبلونا ضيفونا عندكم أصبحت أعرض نفسي ونعرض أنفسنا على أصحاب النبي عليه الصلاة و السلام فما أحد يقبلنا كلهم يردون حتى أتينا إلى رسول الله صلى الله و عليه و سلم فعرضت عليه نفسي أنا و صاحباي فأقبل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتح لي باب داره وكنا نأكل ونشرب من النبي صلى الله عليه وسلم ودخل علينا رسول الله بثلاث أعنز يعني ثلاث خرفان أو ثلاث عنزات فجعلنا نحلب ونشرب حتى روينا جميعا سبحان الله انظروا إلى كرم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم يردون هؤلاء الأضياف والرسول صلى الله عليه وسلم يرحب والرسول صلى الله عليه وسلم يكرم كان أكرم ما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أجود بالخير من الريح المرسلة الريح التي تأتي منطلقة تحمل معها كل النفحات وكل الأجواء وكل الذرات من الهواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من هذه الريح أين كرم الناس في زماننا؟ أين كرم الناس في زماننا؟ يا إخواني كم من سائل وسائل عند الإشارة يوقفوننا ويطلبون منا شيئا في وقت الحر الشديد والعمال الذين يكنسون الشوارع وينظفون الطرقات وتجد العرق يتصبب من جبينهم وما أحد يتمنى وما أحد يعني يرق قلبه فينزل زلال السيارة ويعطيهم شيئا أو يتصدق عليهم بشيء كم من سائل ومسكين وسائل نجدها عند المسجد فما يعطيهم أحد شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد سائلا قط ما رد سائلا قط في يوم من أيام جعت إليه امرأة فقالت يا رسول الله هذه بردة نسجتها لك والبردة هي العباءة يعني خيطتها يا رسول الله من أجلك فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة يا رسول الله ما أجمل هذه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبك أتعجبك قال نعم قالك سنيها يا رسول الله يعني ادهني ألبسها يا رسول الله فقال هي لك فقال الصحابة ويلك أنا رأيت هذه المرأة جاءت بهذه البردة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاطتها وحاكتها ونسجتها من أجل النبي وأنت تأخذها قال والله ما أردت إلا بركتها أنا فقط لم أرد أن أخذ من النبي شيئا هو له لكن أردت البركة بعد أن لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن ألبسها حتى تشملني هذه البركة وحتى تأتيني هذه البركة انظروا إلى هذا الخير وانظروا إلى هذا الكرم وهذا الجود في يوم من الأيام رأى أعرابي غنما بين جبلين رأى غنما بين جبلين والنبي صلى الله عليه وسلم واقف فجعل الأعراب يطيل النظر وينظر ويتأمل فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبك هذا يعني القمال دي والخرفان والأغنام والبهائم تعجبك قال نعم يا رسول الله قال هي لك يا رسول الله بين الجبلين غنم في وادي مليئة بهائم أتعجبك قال نعم قال هي لك انظر إلى كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويربينا على أن الدنيا مهما عظمت ومهما كبرت ينبغي أن لا تدخل إلى قلوبنا أبدا الدنيا في أيدينا يا شباب الدنيا في أيدينا يا فتيات لا تدخل إلى القلوب أبدا كن كريما كوني كريمة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لذلك الأعراب الذي رأى الجمال أتعجبك هذه قال نعم قال إذن هي كلها لك يا الله ما أجمل هذا الكرم لذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتبع كلام الله جل وعلا كان يقرأ القرآن كان يتدبر القرآن وهو يعلم أن الذين ينفقون في السراء والضراء ويقدمون الغيظ ويحسنون عن الناس لهم الجنة اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين انظر إلى هذه الآية العظيمة الله يحب المحسنين ما أجمل كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفقون في السراء وينفقون في الضراء ويكذمون الغيظ ويعفون عن الناس أصبحوا عند الله من ماذا من المحسنين ماذا نالوا نالوا محبة الله نالوا محبة الله يا أخي أنت فقير أنت مسكين أنت ضعيف أنت لا تمرك من أمر الدنيا ولا الآخرة شيء من أنت حتى يحبك الله بأمر بسيط بالكرم بالإحسان بالإنفاق في السراء والضراء يحبك الله جل وعلا وتأمل هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا ما سرني أن تمضي عليه ثلاث ليال حتى أنفه يمينا وشمالا يمينا وشمالا حتى يفنى ذلك الجبل من الذهب هذا الكلام ليس كلام يعني إنسان من الحكماء ولا إنسان من الفلاسفة هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم حتى ندرك كرم النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب ويا فتيات نحن بحاجة أن ندرك لماذا نحب رسول الله نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كريم وينبغي أن نقتدي بهذا الخلق وينبغي أن نستشعر أن هذا المال وهذه الأعطيات والهبات التي أعطانا الله لغيرنا حق فيها من الفقراء والمساكين والمحتاجين والله يا إخواني لو سألنا اليوم الشباب وقلنا لهم يا شباب المصروف الشهري الذي تأخذونه المصروف الشهري الذي تحصلون عليه ماذا تفعلون فيه كم للفقراء نصيب فيه ماذا تنفقون في الصدقات وأبواب الخير وأوجه العطاء ماذا تقدمون لا وجدت أشياء عجيبة نعم أقول لكم بنفسي سألت كثيرا من الشباب في الشارع ووجدت إجابات غريبة عجيبة دعونا نشاهد هذا التقرير لنرى كيف كان الشباب ينفقون أموالهم هل الفقراء حظ ونصيب؟ شاهدوا معنا هذا التقرير يا شباب لهذه الدرجة نسينا الفقراء ونسينا المساكين ونسينا المحتاجين ونسينا الذين لهم حق علينا من الأرامل ومن أصحاب الحاجة والفاقة وذوي الاحتياجات الخاصة كم من أعمى وضرير وكم من أعرج وكم من إنسان مريض وكم من المصابين بالأمراض والكوارث لماذا لا يكون لنا نصيب في كل شهر لو جنيه واحد لو ريال واحد لو درهم واحد لو دينار واحد يكون لك شيء تخرجه للفقراء والمساكين شيء تدخل وتضعه على جنب تقول يا ربي هذا عهد بيني وبينك أو ربي نفسي على الكرم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا المال للفقراء والمساكين حتى لو كنت لا أحصل إلا على مال زهيد حتى لو كنت لا أحصل إلا على دراهم قليلة حتى لو كنت لا أحصل إلا على مرتب قليل لكن ينبغي أن يكون للفقراء حظ وأن يكون للمساكين فيه حظ فتأملوا هذا الكرم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله كان النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الثلاثة أشهر الثلاثة أهلة وما يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم يقول بعض الناس مستحيل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده قبل قليل بين جبلين واد من الغنم لكن الرسول أنفقه كله يا أخي طيب الرسول يقول لو عندي جبل من الذهب نعم لكنه سينفقه كله طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو عندي ملأ هذه الأشجار والعظابة هائم ونعم لقسمتها بينكم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الجيل والمجتمع كله على البذل والعطاء والإنفاق والجود فاجعل أنت أيها المسلم للفقراء والمساكين والمحتاجين حظا في حياتك تمر على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشهر وما يوقد في بيته نار ومع ذلك ينفق ومع ذلك يتصدق ونحن بيوتنا مليئة بالطعام بيوتنا مليئة بالشراب منازلنا مليئة بما لذ وطاب من الأطعم والمشروبات والأثاث وكل شيء نشتهيه فلماذا لا نبذل ولماذا لا نكون كرماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال لكنني سأحدثكم بعد هذا الفاصل عن كرمه صلى الله عليه وسلم بنفسه فابقوا معنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم أيها الأخوة والأخوات بعد هذا الفاصل هذا الذي تحدثنا عنه سابقا هو كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده بالمال كل هذه الصور التي ذكرناها سابقا كان جودا بمادة كان جودا بمال يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جودا بطعام وشرب جودا بالمال مثلما كان ينفق النبي عليه الصلاة والسلام مثلما كان يأتيه الأعراب فيعطيه البهائم مثلما كان يأتيه المقداد وأصحابه فيطعمهم ويسقيهم ويحب لهم الشاء مثلما كان يأتيه الصحابي فيطلب منه البردة والعباء فيعطيها له لكن ماذا عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول قائل الآن أو مشاهدة أو مشاهدة ماذا تقول النبي كريم بنفسه نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس بأنفسهم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجود بنفسه أكثر من كل شيء تقول أمنا خديجة رضي الله عنها عندما نزل عليها النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء وهو يقول دثروني زملوني دثروني زملوني قال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة ماذا قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتكسب المعدوم يعني الإنسان المعدم الذي ليس معه شيء تكسبه تعطيه ما يتقوت به إنك لتكسب المعدوم وتقر الضيف يعني تكرم الضيف الذي يأتيك فتطعمه وتسقيه وتكرمه وترحب به وتبين له أن هذه الدار ليست دارك بل هي داره وهو ضيف عندك وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم كل هذه الصفات بعدها تظن أن الله يخذلك تظن أن الله يخذيك كلا والله لا يخذيك الله أبدا إنك لتكسب المعدوم وتقر الضيفة وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق فأنت يا محمد لن يخذيك الله ما دام هذا خلقك ما دمت تجود بنفسك لأقاربك لأرحامك لأضيافك للمعدومين للذين يحتاجون إليك نعم هذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم كرما بنفسه بل أعجب من هذا من صور كرم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه كان يتخلف عن الجيش يمشي وراء الجيش قد يقول القائل اليوم في المعارك القائد دائما في الأمام القائد دائما في صلاة مغلقة القائد يتحدثون تحت الأرض القائد لا يكونون وسط الجيش لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس جبانا بل كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم كان يكون في آخر الجيش كان يكون في آخر الجيش لماذا تفعل ذلك يا رسول الله حتى ينظر من الضعيف من المتراخي فيأتي إلى ذلك الضعيف فيردفه يركبه وراءه على دبته أو على بعيره ويأتي إلى ذلك المتكاسل فيدعو له وينشطه ويحمسه هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابي الجليل كان رسول الله يتخلف في آخر الجيش فيشجع الناس ويدعو لهم ويردف الضعيف ويساعد العاجز لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه في نهاية الغزوة هناك المرهاق هناك المثخن بالجراح هناك المتأخر هناك الذي أصابه شيء من الإعياء والتعب فالنبي يردفه وراءه ويركبه خلفه ويحمله على دبته وبعيره ويدعو لهم سبحان الله هذا الكرم كرم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجود جود رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من جوده بنفسه يا شباب ويا فتيات أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في آخر خطبة له صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيغادر الدنيا وأنه لن يعيش وأنه لن يبقى في هذه الدنيا قال وهو فوق المنبر أيها الناس من كنت جلت له ظهرا من كنت جلت له حدا من كنت أخذت منه مالا أو حقا فهذا ظهري فليقتص مني هذا ظهري فليقتد مني هذا ظهري فليأخذ فقام إليه رجل وقال يا رسول الله لي عندك ثلاثة دراهم فقال يا عباس أو يا فضل ابن العباس أعطه دراهمه الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجود بنفسه كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بنفسه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله فقام أبو بكر يقول فديناك بآبائنا فديناك بأموالنا فديناك بأولادنا فديناك بدمائنا يا رسول الله وجعل الناس ينظرون إلى أبي بكر شزرا لأن أبو بكر استشعر وعلم من هذه الكلمات أنها وصية وداع أنها لحظات مفارقة فالذي يجود بنفسه ويقول هذه نفسه يا جماعة بين أيديكم هذا ظهري اقتصوا مني إذا أردتم أن تقتصوا مني هذا دليل كرم هذا دليل جود هذا دليل رحمة كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن من الناس يأتي إلى زملائي وأصدقائي أو جيراني يقول يا جماعة هذا ظهري خذوا حقكم إذا كنت ظلمتكم هذا مالي خذوا نصيبكم إذا كنت آذيتكم هذه متاعي هذا أثاثي هذه سيارتي هذه تجارتي إذا كان أحدكم غضبان علي الآن له الحق أن يرضى نعم ترجم هذه المعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب هذه المعاني الصحابة رضي الله عنهم فأصبح سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع أنصاري وعبد الرحمن بن عوف مهاجري يقول له بعد أن آخ النبي بين المهاجرين والأنصار يقول له يا أخي عندي زوجتان انظر أيهما أجمل فأطلقها وتتزوجها أنت وعندي بستنان في طرف المدينة انظر أيها أكثر ثمرا وزرعا فاخذه لك وهذا ما لي أقسمه وأشطره بيني وبينك نصفين فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك وزوجك ولكن دلني على السوق من أين تعلم الكرم؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كريما بنفسه كان صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه فانظروا يا شباب ويا فتيات إلى هذه المعاني العظيمة تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله هذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جود رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حفظنا هذا الحديث لكن الكثير مننا ما طبقه حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يا جماعة الذي يكرم جاره والذي يكرم ضيفه هذه علامة إيمان بالله واليوم الآخر والله إن الكثير من شبابنا وفتياتنا محرومين من هذه النعمة محرومين من نعمة أن يدركوا أنهم مؤمنون بالله وباليوم الآخر لأنهم لو أكرموا الضيف وأكرموا الجار لعدوا من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ويقول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرمنة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الساعي المنفق على الأرمنة التي مات زوجها وقتل في الجهاد في سبيل الله أو مات في حادث أو أصابته أو مات موتا طبيعيا هذه الأرمنة المحتاجة التي ليس عندها من يتكسب لها ومن يعمل من أجلها الساعي على الأرمنة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وفي رواية كالقائم الذي يصلي في الليل لا يفتر وكالصائم الذي يصوم بالنهار لا يفطر هذا البذل وهذا الحث وهذا التشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندرك أهمية الكرم ويقول صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر يعني إيه فضل ظهر الظهر هو الدابة تسمى عند العرب ظهرا من كان عنده فضل ظهر يعني واحد عنده دابة زيادة من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد من كان عنده وقوت زيادة طعام زيادة فليعد به على من لا زاد له ما أكرمك يا رسول الله ما أعظم هذا الخلق وما أجمل هذه المعاني وما أجمل هذه المشاعر نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أم المؤمنين عائشة أن تكثر من طعامها وحسائها ومرقها حتى تعطيه الجيران هذا من الكرم وهو يحث الناس من كان عنده طعام زائد فليعطه لمن لا طعام عنده ومن كان عنده فضل ظهر وظهر زائد فليعطه لمن لا ظهر عنده وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من يوم تطلع فيه الشمس اسمع يا أخي أرجوك واسمع يا أختي ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا يقول الملائكة أو تقول الملائكة اللهم أعطي منفقا خلفا الذي ينفق يأتيه الخلف من الله اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا لماذا يقول النبي ذلك؟ حتى يحرك القلوب حتى يحرك الأفئدة حتى ندرك أن رسول الله كان كريما صلى الله عليه وسلم آه يا غرب آه يا غرب لو سمعتم عن هذا الخلق آه يا غرب لو أدركتم كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما آه لو أدركتم أن الذي تسبونه أن الذي تتهمونه بالبخل أن الذي تتهمونه بالجبن أن الذي تتهمونه بالشهوة آه لو أدركتم ذلك لما عرمتم لما فعلتم ولما تجرأتم أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حتى يتبين للجميع أن الذي يكرم والذي يتصدق والذي ينفق له الأجر الوافر عند الله سبحانه وتعالى بل لو تأملنا يا إخواني لو تأملنا هذه الآية العظيمة التي فيها المضاعفة في الإنفاق التي فيها المضاعفة في الإنفاق اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم تأمل أيها المسلم تأمل أيها المسلمة أن الله جل وعلا بيّن أن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني كم حبة عندنا يعني سبعمائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الحبة الواحدة بسبعمائة الريال الواحد بسبعمائة الجنيه الواحد بسبعمائة الدينار الواحد بسبعمائة أين الكرم أين الجود يا شباب إذا كنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة حقيقية لنتأسى برسول الله لنقتدي برسول الله لنسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في هذا البرنامج نقول أنت في قلبنا يا رسول الله أنت في قلوبنا أنت في قلب كل واحد فينا ونحن نحبك لأنك كريم ونحن من هذه الليلة سنعاهدك أن نكون كرماء مثل ما كنت يا رسول الله إني داع فأمن اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء يا واسع الفضل يا عظيم العطاء يا رب اجعلنا من الكرماء يا رب اجعلنا من الكرماء يا رب اجعلنا ممن يتحلون بصفة الكرم يا رب أنت الكريم أنت الكريم فعلمنا الكرم يا رب أنت الكريم فتكرم علينا بالمغفرة يا رب أنت الكريم فطهر أوزارنا وطهر ذنوبنا وطهر خطايانا وامح سيئاتنا يا رب أنت الكريم فتجاوز عنا يا رب أنت الكريم فأعتق رقابنا يا رب أنت الكريم فاملأ قلوبنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سنته يا رب أنت الكريم فاجعلنا بعد هذه الليلة وبعد هذه الحلقة نتصدق ونجود على الفقراء والمساكين يا رب أنت الكريم فاجعلنا نرجع كل المظالم إلى أصحابها واجعلنا نرجع كل الحقوق إلى أهلها يا رب أنت الكريم فاجعل مآلنا جنات النعيم يا رب أنت الكريم فاجعل مآلنا الفردوس الأعلى يا رب أنت الكريم فاجعلنا في جوار النبي الكريم يا رب أنت الكريم فلا تحرمنا فضلك يا كريم يا رب ارزقنا الكرم يا رب ارزقنا الكرم يا رب احبب إلى قلوبنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب لا ترد دعاءنا يا رب يا رب أنت تنظر الآن إلينا أنت مطلع علينا أنت ترى كفنا مرفوعة إليك وأنت يا رب تستحي من عبدك أن يرفع كفيه إليك فتردهما صفرا لا ترد أيدينا صفرا يا رب لا تردنا خائبين يا رب لا تطردنا عن بابك يا رب الليلة تقبلنا الليلة أكرمنا الليلة افتح لنا أبواب فضلك الليلة صب علينا من شابي برحمتك الليلة أنزل علينا من خزائن جودك الليلة يا رب في هذه الساعة المباركة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تحسن خاتمتنا وأن تملأ قلوبنا بحب رسولنا وأن تثبت أقدامنا على السنة اللهم ثبت أقدامنا على السنة اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم ارحمنا اللهم اهدنا اللهم أصلحنا ارزقنا الإخلاص يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب اجعل عملنا هذا فيه نصرة لرسولك صلى الله عليه وسلم اجعل عملنا هذا لوجهك الكريم لا تجعل فيه لأحد من أهل الدنيا حظا ولا نصيبا إنك على كل شيء قدير اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أنتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة مع خلق النبيل من أخلاق رسولنا الكريم حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته أستودعكم الله السلام عليكم السلام عليكم